موسيقى الرئيس السيسي يستعرض خطط تطوير القاهرة التاريخية ويؤكد أن هدفها الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية للمدينة وتيسير حياة المواطنين موسيقى قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عدوانها على غزة والخارجية الفلسطينية تتهمها بالاستخفاف بمحكمة العدل الدولية موسيقى الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة على موقع رادار لقوات الحوث والأخيرة تتوعد برد حاسم وقوي الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الجنالات نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة بشأن تطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين شدد الرئيس سيسي على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة لمدينة القاهرة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين هذا وتناول الاجتماع أيضا جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثفة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث فضلا عن رفض المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر نفت مصر بصورة قاطعة مزاعم وأكذب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن تهافت أن تهاق أن تهاقات وكذب الإدعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط من بينها تأكيد كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء في تصريحات علنية بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على القطاع إنها مصر حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم لا سيما القضية الفلسطينية وهي إسرائيل دولة الاحتلال التي فشلت دائما وأبدا في إخفاء وجهها القبيح والتستر تحت الدعاءات حب السلام وعندما انكشف سترها وتنصل منها الحلفاء بمقصلة شعوبهم باتت الأكاذيب هي سلاحها الأخير في معركة الحفاظ على ماء وجهها الملطخ بدماء الفلسطينيين فبينما تواصل مصر مساعيها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لمن تبقى من سكانها على قيد الحياة لم يجد فريق دفاع دولة الاحتلال مفرا أمام محكمة العدل الدولية غير للدعاء كذبا بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وكيف هي مصر؟ وقد كانت على مدار الساعة تبذل كل الجهود لإصال مساعدات الإغاثات الإنسانية إلى قطاع غزة وكانت أول دولة تصل شاحناتها إلى القلب الفلسطيني بل واشترطت عدم دخول الأجانب الذين تم إجلاؤهم من غزة قبل أن يسمح الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كيف هي مصر؟ وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا وفي مقدمتهم رئيس الغزراء ووزير الدفاع أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود في تصريحات صريحة وواضحة حول نيتهم المبيتة لحصار المدنيين العزل بل كيف هي مصر؟ وقد دائبت جميع المنظمات الدولية والإقليمية على مناشدة الجانب الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد عجزت البشرية عن استيعابه بل واتهمت هذه المنظمات الاحتلالة الإسرائيلية صراحة بمسؤوليته المباشرة عن ذلك الوضع بعرقلته لكل جهود الإغاثة في القطاع وكان آخرهم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ولمل لجوء لشهادة المنظمة الدولية إذا كانت حليفتها الأولى واشنطن ذاتها أكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمدة لها وهو ما ظهر جليا من خلال مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدولة الاحتلال أكثر من مرة بفتح معبر كرم بوسالم لتسهيل دخول المساعدات وإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي يجهل الحدود الجغرافية التي تحكمها سلطات الاحتلال فمن المؤكد أنه معروف للجميع بأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفع بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال وهو ما تجل فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم بوسالم حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطع الأدلة كثيرة وشهادة أهلهم أولى بتبديد أكاذيبهم وتبقى مصر فوق مستوى الشبهات فإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي لا يعلم من هي مصر فالجميع يعرفها بموقف ثابت وراسخ لا يتغير بتغير الزمان ولا الأوضاع ولا يحكمه السوى عقيدة الإيمان بالقضية الفلسطينية حتى يعود الحق لأصحابه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمزيد ينضم إلينا هاتفيان الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ضيفي الكريم بعد التحية كيف قرأت الأكاذيب والمزاعم التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسؤولية مصر الكاملة عن دخول المساعدات لقطاع غزة تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل جميع المشاهدين هذه الأكاذيب في الحقيقة ترجمة للإفلاس الإسرائيلي الذي لا يمتلك الحجاج وليست لدي أي براهين على عرقة الحقيقية للمساعدات ولا يوجد مبرر في الحقيقة لهذه العرقالة وبالتالي يحاول إلقاء التهم على الغير ومن ثم هذه الأكاذيب هي أكاذيب واهية وتناقض المنطق على أرض الواقع خصوصا أن الدولة المصرية منذ الحصول الأولى تتحدث عن الشق الإنساني بل أدخلت الأمر المتعلق بإدخال المساعدات ضمن صفقة تبادل المحتجزين إذن لماذا؟ إذن كان هناك حديث عن إدخال المساعدات مقابل أيضا دخول مجدوج الجنسية من قطاع غزة وبالتالي نحن نتحدث عن أن كان هناك طوال الوقت حديث مصري مع الجانب الآخر عن أهمية دخول المساعدات وعن عدم عرقالة دخول المساعدات أيضا مجلس الأمن نفسه أصدر قرارا من مجلس الأمن ملزما لإسرائيل بعدم عرقالة دخول المساعدات إذن أكبر سلطة في المنظومة الأممية ومتعلقة بالأمن والسلم الدولي وهي مجلس الأمن أقرت إن الجانب الإسرائيلي هو المتعنت وهو الذي يعرقل دخول المساعدات الأميم العام للأمم المتحدة أنتوني كوتيريش هناما أتى إلى مصر وذهب إلى معبر رفح أيضا تحدث من أمام معبر رفح إن الجانب الإسرائيلي يعيق دخول المساعدات وغيرهم وغيرهم من الشواهد وبالتالي نحن نتحدث عن موقف مصري لا يحتمل المزايدة لا يحتمل أيضا أن يتقبل أو لا مجالة للأكاذيب وأشائعات منه ولكن يجب على المشاهد الكريم أن يعي شيء مهم للغاية أن في الحقيقة منذ أيام ومنذ فترة في الحقيقة ولوحظ أن الموقف المصري المساند الدائم للقضية الفلسطينية مستهدف بشكل حقيقي بإثارة الكثير من الأكاذيب والشائعات وهنا محاولة لتحييد الدور المصري والاستفراد بالقضية الفلسطينية وهذا بالمناسبة لم ولن يحدث ولن تتخلى مصر عن القضية الفلسطينية مهما كانت هذه الأكاذيب والشائعات وهذا قدر مصر أن تتحمل كل هذا العناء مقابل مساندة القضية الفلسطينية وبالتالي الدور المصري مستهدف هذه الشائعات الأكاذيب رفضنا خلال الفترة الماضية الكثير من هذه الأقويل المغلوطة من سواء وسائل الإعلام الإسرائيلية أو حتى من مسؤولين إسرائيليين استهدفوا الدور المصري ولكن مصر صامدة باقية لأن دولة مصرية من سواء القضية الفلسطينية مصر هي صمام الأمان بالقضية الفلسطينية وبالتالي محاولات التشكيل محاولات إثارة الشك وإثارة الأكاذيب والشائعات فيما يتعلق به الدور المصري الشريف المخلص المؤمن بالقضية الفلسطينية غير مقبول ومصر لم ولن تتخلى عن القضية ولم ولم تؤثر في هذه الشائعات الأكاديب وأعتقد أن الرد المصري دائما حاضر ويحسب للدولة المصرية في الحقيقة وأجهزتها ومسؤوليها وإعلمها أنها في الحقيقة ترصد كل الشائعات وترصد كل الأكاديب وترصد كل الأخبار المغلوطة ويتم الرد عليها مباشرة وسريعا وهذا لأن الدولة المصرية تدري أن أحد أدوات الحروب الخاصة بأيجيل الرابع الخامس هو إثارة التشكيك عبر هذه الأخبار والأكاديب وبالتالي مصر مستيقظة حاضرة وأيضا شعبها واعي ومدرك لحقيقة الموقف المصري والدور المصري بل أن العالم أجمع في شيء في هذا الدور ومدرك لهذا الدور أستاذ جمال يعني يوما بعد يوم سلطات الاحتلال تجني ثمار ممارستها بالمنطقة بفقدان تعاطف بعض من حلفائها وتعميق عزلتها الدولية في إطار هذه المحاكمة وما يدور هذه الأيام كيف تتوقع رؤية المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة القادمة بالتأكيد أصبح هناك حتى تباين في الرؤى الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن رؤى مختلفة حيال التعامل مع الموقف الراهن لا يمكن أن نتحدث عن طبعا تغير في السياسات الأمريكية بشكل مطلق ولكن هناك تغير في المواقف وهناك تغير أيضا في نظرة الخطاب وبالتالي أنا أعتقد أن العجرافة الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي جعل حتى الحلفاء الخاصين بها يعني يترجعوا في التأييد المطلق ويعدلوا من لغة الخطاب أمام هذه المشاهد الغير إنسانية وهم هذه الجرائم الغير مشروعة وجرائم الحرب التي هي ديانة عيانة للمجتمع الدولي خصوصا أن أيضا إسرائيل در نفسها فوق المنظومة الأممية وحتى أكاذبها داخل محكمة العدل الدولية تؤكد هذا الأمر وصدامها مع الأمم المتحدة في الحقيقة أصبح صداما غير مقبول لأن هناك أيضا سياج يجب احترامه فيما يتعلق في التعامل مع منظومة الأمم المتحدة إسرائيل خرقت هذا السياج في صدامها واتهاماتها لأنتوري جوتيروش الأمين العام للأمم المتحدة تحدثها بشكل غير مقبول عن هذه المنظومة الأممية وأيضا بأكاذبها داخل أكبر ساحة قضائية دولية الآن وبالتالي أنا أعتقد أن المجتمع الآن أصبح يعدل من رؤيته لي الكانب الإسرائيلي وأيضا الشعوب الغربية أصبحت ضاغطة على أنظمتها السيافية ورأينا أن هذا الضغط الحقيقة مؤثر على الحكومات والشاهد على هذا التغير في الحكومة الإنجليزية بعد المظهرات يعني ما زال هذا الضغط مستمر وإن كانت إسرائيل رهنت قبل ذلك على أنه سوف يضعف مع الأيام ولكنه ما زال مستمر في عدد من أدول الأوروبية لسيد جمال رائف الكاتب أصحفي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر استقبل مطار العريش الدولي طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأوضح مصدر مسؤول أن مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طن من المساعدات المتنوعة وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري وأشار المصدر إلى إتمام عملية تفريغ حمولة الطائرة ونقلها لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني هذا وتواصل مصر جهودها في استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات واستقبال الجرحة والمصابين وقد شهد المعبر اليوم دخول ست شاحنات للوقود بالإضافة لاستقبال الجرحة والمصابين ومزدوجي الجنسية وللمزيد يستعرضه معنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية من أمام معبر رفح البري نتابع مع حضراتكم دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين في البداية دعوني أؤكد على أن هذه البوابة لم تغلق يوما واحدا أمام دخول هذه المساعدات وأيضا استقبال الجرحة والمصابين وردا على الإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة بمنع مصر من دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نوضح نقطة هامة اليوم هو يوم السبت عطلة رسمية لدى المنفذين في ألعوجة وكرم أبو سالم هذين المنفذين خاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي اليوم لم يتم دخول أي شاحنة لهذين المنفذين للإخضاع لإجراءات التفتيش نظرا لأن اليوم عطلة رسمية من الجانب الإسرائيلي فإذا من الجانب المصري لا مانع من دخول أي شاحنات بدليل أن هناك عدد كبير من الشاحنات مصطفى أمام المعبر وأيضا على بعد كيلومترات خارج المعبر هذا بالإضافة إلى الشاحنات المصطفى في مدينة العريش وأمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر فبالتالي مصر لا تمانع من دخول أي عدد من الشاحنات ولكن إجراءات التفتيش لدى الجانب الإسرائيلي هي التي تحول دون دخول أكبر عدد من المساعدات إلى قطاع غزة أما بالنسبة لحركة المعبر اليوم نتحدث عن دخول ست شاحنات وقود أربع شاحنات لألغاز وشاحنتين لأسولار هذه الشاحنات دخلت من هذه البوابة مباشرة من بوابة معبر رفح المصري واتجهت إلى قطاع غزة والتأكيد أيضا على أن هذه البوابة لازالت تستقبل الجرحة والمصابين في كل يوم لا يوجد عطلة رسمية ولا يوجد أي توقف في أي يوم لهذا المعبر فيما يتعلق باستقبال الجرحة والمصابين فهذا ما يؤكد أن مصر لم تغلق هذه البوابة يوما واحدا بل تستقبل كل الجرحة والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالإضافة إلى استقبال مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية اليوم أيضا يعني رأينا وجود ممثلين من السفارة الألمانية يعني لاستقبال الرعاية الألمان الذين يأتون من قطاع غزة لاستلامهم بالإضافة بالطبع إلى وجود بعض وسائل النقل هنا خارج المعبر التي تيسر عملية نقل الوافدين إلى أي وجهة يريدون التوجه إليها هذا بالإضافة بالطبع إلى وجود سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين إلى المستشفيات سواء في محافظة شمال سينا أو حتى في القاهرة والمستشفيات الأخرى لتقديم الرعاية الصحية لهم نتحدث عن وجود أكثر من 150 سيارة إسعاف تم تجهيزهم منذ بداية الأزمة لنقل المصابين إلى 25 مستشفى من أصل 27 مستشفى تم تخصيصهم لعلاج المرضى والمصابين فإذن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري والإدخال المساعدات مستمر ومن يعرقل دخول الشاحنات هو الجانب الإسرائيلي بإجراءات التفتيش وتحديد عدد الشاحنات التي تدخل في اليوم هذه هي الصورة اليوم من أمام معبر رفح البري عود إليكم مرة أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل تستخف من عقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولية على حماية المدنيين في ظل مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وأوضحت الوزارة أن تماذي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل على عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والسماح لنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة انعقدت جلسة محاكمة إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال العضوان على قطاع غزة وأكدت جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع لدعواها ضد إسرائيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم وانتهاكات متعددة بحق الفلسطينيين فيما فشلت إسرائيل في إثبات أي من مزاعمها على مدار يومين تابع العالم بالكثير من الاهتمام وقوف إسرائيل في موضع الاتهام أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة في اليوم الأول من محاكمة إسرائيل وقفت جنوب أفريقيا وممثلها أمام المحكمة لاستعراض ما ترتكبه سلطاته وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات متعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والبالغ عددهم نحو مليونين وثلاثمائة ألف مواطن وفي دعواها التي عززت حالة النفور الشعبية على مستوى العالم من إسرائيل أكد ممثل جنوب أفريقيا أن ما يحدث في غزة الآن يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية وأنه جزء من القمع الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة لتدمير حياتهم وسبل عيشهم وطالبوا بوقف فوري للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع اليوم الثاني من المحاكمة ورغم تخصيصه للاستماع لممثلي الدفاع الإسرائيليين إلا أنهم فشلوا في تقديم أي دليل يثبت حجاتهم الواهية ومزاعم حقهم في الدفاع عن النفس بحسب فريق دفاع جنوب أفريقيا وفي السياق يرى قبراء أن الدعوة القضائية بغض النظر عن حكمها الأخير لن تكون أبدا في صالح إسرائيل من النواحي السياسية والقانونية والصورة العامة التي حاولت إسرائيل أن تبنيها خلال سبعين عاما وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن سمعة إسرائيل تدررت بشكل أكثر وضوحا منذ قبل المحاكمة التي عمقت من عزلة إسرائيل وأزادت من تشويه صورتها أمام العالم تسببت أيضا بضرر مماثل للدول الدعمة لها والحليفة علها تكون أكثر حرصا في المستقبل بشأن دعم إسرائيل المطلق عسكريا وسياسيا خاشية الوقوف في قفص الاتهام أمام ممثلي الادعاء في لاهاي كما إسرائيل بدورها أكدت الأمم المتحدة ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك انتقد منصق الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة مارتين جريفث التصعيد في غزة معتبرا أن ما يتكشف هو حرب تدار بدون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين مشيرا إلى النزوح القصري لمليون وتسعمائة ألف مدني وهو ما يعادل خمسة وثمانين بالمئة من إجمالية السكان الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارا وتكرارا مع استمرار القصف كما حضر المنصق الأممي من ازدحام الملاجئ في القطاع ونفاذ الماء والغذاء وتزايد خطر المجاعة يوما بعد يوم ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى ثلاثة وعشرين ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين شهيدا وستين ألف وثلاثمائة وسبعة عشر جريحا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي يأتي ذلك فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم كما تقوم قوات الاحتلال بقصف مستمر للمنازل والأحياء والبنى التحتية في سياق متصل استشهد عشرة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب أخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوائدة كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البرح وسط القطاع هذا وانتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة ووضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف حي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحة نقل إلى مجمع الشفاء الطبي أكد تقرير أعده المكتب الوطني لدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المستوطنين الإسرائيليين يستغلون ظروف العدوان على قطاع غزة لا إشعال الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية المحتلة وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي أن المستوطنين الإسرائيليين أصبحوا أكثر تنظيما وخطورا بعد أن قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليحهم في ضوء اتحاق عدد كبير منهم بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان وشنت طائرات الحربية غارات على بلدات يارين وطير حرفة والظهيرة كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل والناقورة وحولها أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة على موقع رادار لقوات الحوثي في اليمن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربة نفذتها حاملة طائرات الأمريكية كارني باستخدام صواريخ توما هوكلاند أتاك من جانبه قال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات كانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنت ضربات استهدفت مواقع لقوات الحوثي في اليمن أكدت أنها ردا على استهداف قوات الحوثي سفنا في البحر الأحمر وتهدف بالأساس إلى الدفاع تعهد المتحدث باسم قوات الحوثي في اليمن برد حاسم وقوي بعد استهداف القوات الأمريكية لقاعدة عسكرية في صنعاء وكان المتحدث باسم قوات الحوثي أعلن أن الضربات الأمريكية في اليمن لم يكن لها تأثير يذكر في صياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي مؤكدا أنه لم تقع إصابات في أحدث ضربة أمريكية على قوات الحوثي في صنعاء وكان المتحدث باسم قوات الحوثي قد صرح بأن اليمن بلد مسالم لم يعتدي على أحد ولا يشكل تهديدا على أحد إلا أن ما يجري في فلسطين من جرائم بحق أهالي غزة أمر لا يطاق ونبقى في المشهد اليمني حيث تشهد أوروبا انقساما بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن حيث أعلنت عدد من الدول تأييدها للهجمات في حين أعلن آخرون عدم المشاركة وقالت بلوماسيين أوروبيون أن الاتحاد سيبحث الأسبوع المقبل إمكانية إرسال قوة للمساعدة في حماية الملاحة بالبحر الأحمر الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن تحدث انقساما أوروبيا ففي الوقت الذي أيدت فيه عدد من الدول الأوروبية الهجمات الجوية طالب آخرون بضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أعلنوا عدم المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي بل ورفضوا التوقيع حتى على بيان يسوق الهجوم أصدرته عشرة دول فيما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد سيبحث الأسبوع المقبل إمكانية إرسال قوة للمساعدة في حماية الملاحة بالبحر الأحمر اختلاف في المواقف صلت الضوء على الانقسامات في الغرب بشأن كيفية التعامل مع قوات الحوثي التي تستهدف سفنا تجارية عند باب المندب مرتبطة بإسرائيل فالدول الداعمة للهجمات الغربية ترى أنها ضرورية لإنقاذ أمن الملاحة في البحر الأحمر محذرين من اتخاذ إجراءات أخرى لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية إذا لم تتراجع قوات الحوثي بينما ترى الدول الرافضة للتحرقات الغربية أن التهديئة وعدم التصعيد هو الخيار الأمثل في هذا الموقف وبينما يتفق القادة أبت الشعوب أن تجلس في مقعد المتفرج لتقول كلمتها في تحرقات عسكرية يرون أنهم يدفعون ضريبتها من دخولهم ففي نيويورك وواشنطن تجمع عشرات من النشطاء المناهضين للعدوان على غزة بالأساس احتجاجا على الضربات الأمريكية البريطانية محذرين من أن تلك الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في المنطقة بأسرها أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات الرئاسية في طيوان أظهرت فوز لايتشينغ تي الذي تصفه الصين بأنه خطر جسيم بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان وحصل نائب رئيسة البلاد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع وحصل خصمه الرئيسي هو يو اي الذي يدعو إلى تقارب مع بيكين على 33.4% من الأصوات حسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية وقد اعترف بهزيمته أمام أنصاره 继续为我们深爱的台湾打拼 好不好 好不好 我更要感谢陈建的院长 和他领导的行政团队 我们给他一个掌声 在这一年来 在风雨中 扛起莫大的责任 与并政策 还有 我们要感谢苏正参训院 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 予计院 لتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها جاء ذلك خلال تفقد مدبولي مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة حيث تركز الدولة على استخدام أحدث أساليب الري وتشجيع زراعة أصناف عالية الإنتاجية من الخضر والفاكهة لزيادة الصادرات الزراعية وأوضح مجلس الوزراء أن مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة في منطقة النبارية أكثر من مليون فدان مزروعة بأجود محاصيل الخضر والفاكهة في سياق متصل تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز التلقيح الاصطناعي المطور بالعمرية حيث أكد مدبولي أن الاهتمام بالثروة الحيوانية ياتي على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذا المجال في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بيجعل مصر مركزا عالميا لتجارة واللوجستيات وفي ضوء تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري تسلمت شركة الملاحة الوطنية أحدث سفن الصب الجاف وهي سفينة وادي العريش من ترسانة هانتونج الصينية وبذلك تنضم سفينة وادي العريش لأسطول الشركة التجارية الوطنية رسميا خلال يناير 2024 ويبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن وتعد وادي العريش السفينة الثانية التي يتم تسلمها خلال أقل من سبعة أشهر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري كما يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح الصفن في مصر حيث يتم وضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومن المقرر استلامهما خلال عام 2026 رياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة أبيجان استعدادا لمواجهة موزنبيق غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 والتي تنطلق اليوم بدأ الميرانو بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تزديد على المرمى وشارك فيه جميع اللاعبين ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزنبيق وغانا والرأس الأخضر تنطلق في كودفوار اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الرابعة والثلاثين ويجمع اللقاء الافتتاحي منتخبي كودفوار وغينيا بيساو بإدارة تحكمية مصرية يقودها الحكم الدولي أمين عمر ساعات قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الفين وأربعة وعشرين التي تحتضنها كودفوار للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من الثالث عشر من يناير الجاري حتى الحدي عشر من فبراير المقبل أربعة وعشرون منتخبا يتنافسون من أجل التتويق بالبطولة القرية في نسختها رقم أربعة وثلاثين والتي يحمل لقبها منتخب السنغال بعد فوزه بالنسخة الماضية في الكاميرون ويعد المنتخب الوطني ملك الأرقام القياسية في تاريخ أمم أفريقيا حيث يسيطر الفراعنة على غلبية الأرقام التي يصعب كسرها في النسخ القادمة للبطولة ومن ضمن أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس الأمم تدويق منتخب مصر بلقب البطولة سبع مرات كأكثر المنتخبات تدويقا باللقب كأس الأمم كما يعد المنتخب الوطني أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيدة ست وعشرين مشاركة بالأضافة لذلك يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولاً لمباراة نهائية في أمم أفريقيا برصيد عشر نهائيات أما عن الهدفين فيعد الكاميروني سامول إتو هو الهدف التاريخي للبطولة الأفريقية برصيد ثمانية عشر هدفاً سجلها في خمسين سخ كما يعد المنتخب الغني أكثر المنتخبات خسارة للمباراة نهائية في كأس الأمم بعدما خسر خمس نهايات فحين يعد المنتخب النيجيري أكثر المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في تاريخ البطولة الأفريقية بواقع ثماني مرات أما المنتخب التونسي فيملك الرقم القياسي في ظهور المتتالي بكأس أمم أفريقيا برصيد ست عشرة مشاركة منذ نسخة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين وحتى نسخة عام الفين وثلاثة وعشرين وعلى صعيد المدربين فيعد المصري حسن شحاتة والغاني شارلز جامافي المدربين صاحبان أكبر عدد من الألقاب لكأس الأمم بواقع ثلاث مرات لكل منهما بينما يعد الفرنسي هارفي رينار هو المدرب الوحيد الذي فاز بأمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين وهما زامبيا وكوتيفوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتهت أخبرنا وبقي التذكير بالعنوي الرئيس سيسي يستعرض خطط تطوير القاهرة التاريخية ويؤكد أن هدفها الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية للمدينة وتيسير حياة المواطنين قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على غزة والخارجية الفلسطينية تتهمها بالاستخفاف بمحكمة العدل الدولية الجيش الأمريكي يعنن تنفيذ دربة على مواقع رادار لقوات الحوثي والأخيرة تتوعد برد حاسم وقوي نهاية نشرة السالسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري شكرا لطيم المتابعة وإلى اللقاء